السبب وراء صعوبة خسارة البطن لدى النساء والحل النهائي صعوبة خسارة الدهون في منطقة البطن لدى النساء يمكن أن يكون لها عدة أسباب ومن أبرزها واحد تراكم الدهون في منطقة البطن النساء عادة ما يكون لديهن تراكم دهون أكبر في منطقة البطن ويعود ذلك إلى العوامل الهرمونية والوراثية اثنان التغيرات الهرمونية تتعرض النساء لتغيرات هرمونية طوال فترة الحياة مثل الحمل وما بعده وانقطاع الطمثي وهذه التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤثر على تراكم الدهون في منطقة البطن ثلاثة العوامل النفسية والتوتر الإجهاد والتوتر النفسي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز الهرمونات المرتبطة بتخزين الدهون في منطقة البطن أربع نمط الحياة والتغذية نمط الحياة الغير صحي والتغذية السيئة مثل تناول الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة وقلة ممارسة النشاط البدني يمكن أن يزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن للتغلب على صعوبة خسارة الدهون في منطقة البطن يمكن اتباع الإجراءات التالية واحد اتباع نظام غذائي صحي تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة اثنان ممارسة التمارين الرياضية ينصح بممارسة التمارين الهوائية مثل المشي السريع والرقد وركوب الدراجة الهوائية بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات مثل رفع الأثقال يساعد التمارين البدني على حرق الدهون وتقوية العضلات ثلاثة التقليل من التوتر والإجهاد ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغى والتأمل والحصول على قصة كاف من النوم يساعد على تقليل مستويات الإجهاد والتوتر أربع الاعتناء بالصحة العامة شرب كمية كافية من الماء وتجنب التدخين وتقليل تناول الكحول والحفاظ على وزن صحي وزيارة الطبيب بانتظام لفحص الصحة العامة تذكر أن فقدان الدهون في منطقة البطن يتطلب صبراً والاستمرار في الجهود قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية النتائج ولكن الالتزام بأسلوب حياة صحي ومتوازن سيساعد في تحقيق الهدف المطلوب إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أو ترغب في خطة تخصيص مخصصة فمن الأفضل استشارة أخصائي تغذية أو طبيب للحصول على توجيهات شخصية واستشارة متخصصة بالطبع هنا بعض المعلومات الإضافية حول صعوبة خسارة البطن لدى النساء وبعض الحلول النهائية الممكنة 1- التمارين التي تستهدف البطن يوجد تمارين محددة يمكن أن تساعد في تقوية عضلات البطن وتقليل الدهون في هذه المنطقة 1- تشمل هذه التمارين البطنية مثل العمل على العضلات البطنية العلوية والسفلية والجانبية 2- من الممكن أن تشمل التمارين الفعالة العضلات الرئيسية مثل تمارين البطن الكلاسيكية مثل البطن المستدقي ورفع الساقين والتنوبات الجانبية 2- النشاط البدني العام 3- بجانب التمارين المباشرة للبطن ينبغي أن تكون لديك نشاط بدني عام منتظم لحرق السعرات الحرارية وتخفيض الدهون العامة في الجسم 3- يمكن أن تشمل هذه التمارين المشية السريعة والركضة وركوب الدراجة والسباحة والأنشطة الرياضية الأخرى 3- يجب ممارسة النشاط البدني بانتظام وباستمرار للحصول على أفضل النتائج 3- توازن النظام الغذائي 4- يجب أن يكون لديك نظام غذائي صحي ومتوازن لتحقيق فقدان الدهون في منطقة البطن 5- ينصح بتناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل الفواكه والخضروات والبروتينات النباتية والحبوب الكاملة 6- يجب تجنب الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات المكررة 7- يجب أن يكون لديك فائض حراري سلبي بتناول سعرات حرارية أقل مما تحتاجه جسمك للحفاظ على وزن صحي 4- التقليل من التوتر 5- يعتبر التوتر والإجهاد عاملاً مساهماً في تراكم الدهون في منطقة البطن 6- من المهم ممارسة تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل واليغا والتمرين التنفسية للحفاظ على مستويات التوتر منخفضة 5- النوم الجيد 6- يجب أن يكون لديك نمط نوم صحي ومنتظم حيث إن قلة النوم أو اضطرابات النوم يمكن أن تؤثر على هرمونات الجسم المرتبطة بزيادة الشهية وتخزين الدهون في منطقة البطن 7- يجب أن تتوجد أن الجسم النسائي يميل إلى تخزين الدهون في منطقة البطن بغرض الاحتفاظ بالطاقة للحمل والإرضاع 8- وهذا يعني أنه رغم اتباع النصائح الصحية العامة قد يكون من الصعب فقدان الدهون في هذه المنطقة بشكل كامل 9- قد يكون الهدف النهائي هو تقليل تراكم الدهون في البطن وتحسين القوام ولكن قد يكون من الصعب الحصول على بطن مسطح تماما 10- قد يكون الحل النهائي هو الاعتناء بالجسم بشكل عام والتركيز على الصحة واللياقة البدنية بدلا من التركيز على المظهر الخارجي فقط 10- إليك بعض النصائح الإضافية 11- استمر في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واختر تمارين تستهدف تقوية عضلات البطن والجسم بشكل عام 11- تناول وجبات صحية ومتوازنة بانتظام وتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة 12- احرص على الحصول على قسط كاف من النوم وإدارة التوتر والضغوط اليومية بشكل صحي 13- تواصل مع اختصاصي تغذية للحصول على خطة غذائية مخصصة تناسب احتياجاتك وأهدافك 14- قد يكون من المفيد استشارة مدرب شخصي لتصميم برنامج تمارين ملائم ومساعدتك في تحقيق أهدافك البدنية 15- لا تنسى أن كل شخص فريد ولديه تحدياته الخاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون في منطقة البطن 16- قد يستغرق الأمر بعض الوقت والصبر لرؤية النتائج المرجوة 16- واتي شكرا